منظم الشعرات سواشة الحقد الأعمى يفتك بعشرات الأطفال في مستشفى أفغاني أثر استهداف العشرات من المدنيين الشيعة في مستشفى مدني في دولة أفغانستان من قبل الجماعات الإرهابية أزارت منظم الشعرات سواشة الدولية التابعة لمؤسسة الإمام الشيرازي العالمية في واشنطن بياناً قالت فيه تلقت منظم الشعرات سواشة الدولية لمبال أليمة الواردة من العاصمة الأفغانية كابل والتي تمثلت باستهداف الجماعات الإرهابية لمستشفى مدني أسفر عن سقوط العشرات من المدنيين الشيعة بين قتيل وجريح معربة عن إدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الصارخ وبينت المنظمة في بيانها بقولها إذا فاد الشهادات الرسمية عن سقوط أكثر من 24 قتيل و 16 جريح كلهم من الشيعة في مستشفى الولادة في كابل مؤكد على مقتل عدد من الأطفال الرضع وتشير المنظمة لأن هذه الجريمة الإرهابية النكرى تأتي في سياق عملية الاستهداف الطائفة التي تقف وراها العصابات المتطرفة وتنظيماتها التي لا يزال مجتمع الدولي عاجزا عن مقوفها بالرغم من فداحاتها على صعيد العالمي وختمت منظمة شعرات سواش بيانها وقالت تؤكد المنظمة إلى أن استمرار تلك الجرائم السافرة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية وقانونية وأخلاقية يحتم على الجميع تداركها بشكل عاجل منظمة شعرات سواش الدولية ترجمة نانسي قنقر